هو ايه انسب وقت لبيع الدهب؟ ده السؤال اللي بيسألوا كتير من الناس دلوقتي خصوصا بعد ارتفاع اسعار الدهب لأكتر من 2500 جنيه لجرام علشان كده ناس كتير بدأت تفكر انها تبيع دهبها في الوقت ده لكن قبل ما تبيع انت لازم تعرف الاول رأي المتخصصين في بيع الدهب خصوصا في الوقت ده فيترهم قالوا ايه وايه انسب وقت تبيع في دهبك وازاي تكسب اكتر من الاستثمار في الدهب كل ده اكتر هتعرفوا بس تتبعني في الفيديو ده اسعار الدهب بترتفع كل يوم عن اليوم اللي قبله لدرجة انه خلاص جرام الدهب قرب يوصل ل3000 جنيه وده خل كتير من الناس اللي اشتروا دهب علشان يستثمروا فيه ويكسبوا من وراه انهم يبيعوا دلوقتي قبل ما يرخص تاني لكن السؤال هنا هو ايه انسب وقت اللي بيع الدهب؟ شوف يا سيدي حسب رئيس شعبة الدهب بورفة القاهرة التجارية هاني ميلاد فيه تصريحات من موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية ان الدهب كل ما احتفظت به لوقت اطول انته بتزيد علشان كده نصح المواطنين انهم ما ياخدوش خطوة بيع السبايك ولا المجولات اللي محتفظين بيها الا في حالة ان كنت محتاج سيولة مالية ضرورية جير كده مافيش داعي للبيع وده علشان تضمن انك تحقق مكاسب مالية وده مش هيحصل الا من خلال انك تحتفظ بالدهب اطول مدة ممكنة خصوصا ان فيه توقعات بارتفاع السعره خلال الفترة اللي جاية اما رئيس شعبة الدهب باتحاد الصناعات ايها بواصف لما تسأل ايه انسب وقت للشراء علشان المواطنين يقدروا يحققوا ربح بعد كده فقال لموقع سكاي نيوز ان شراء الدهب كاستثمار مناسب في كل الاوقات لكن وقت البيع بقى فلازم الناس تفكر كويس قوي قبل ما يخضؤوا الخطوة دي وقال ان الدهب على المدى الطويل استثمار مربح وانه افضل استثمار على مستوى العالم علشان كده الاقبال على شراء الدهب والتحوط به يبقى توجه عالمي لحفظ الفلوس اما بالنسبة بقى لمصير اسعار الدهب فواصف قال ان من المتوقع ان سعر الدهب يرتفع الفترة اللي جاية بسبب توتر الاوضاع العالمية بجانب ان مفيش اي مؤشرات واضحة ان الاوضاع هتفتقر على المدى القريب علشان كده سعر الدهب مش هينخفض الفترة اللي جاية لكنه قال ان الحالة الوحيدة اللي الدهب ممكن ينخفض بسببها هو استقرار الاوضاع في العالم وانخفاض معدلات التضخم وبالمناسبة ده قدم نصايح للمستثمرين علشان يكسبوا اكتر من الدهب زي انك تشتريه من مصدر معروف ليه كيان وموجود على ارض الواقع وتبعد عن الصفحات الانلاين مجولة المصدر كمان عليك انك تشتري الدهب بمصنعية اقل ده كله غير انك ما تبعش غير في وقت اللزوم والضرورة بس وتحتفظ بالدهب لوقت اطول وحسب ناجي فرج مستشار وزير التنويين لشؤون صناعة الدهب ان سوق الدهب بيشهد حالة من الاستقرار بسبب اعفاء واردات الدهب من الدرايب الجمركية وده لان القرار ده وفر كميات كبيرة من المعروض في الاسواق اللي ادى لاستقرار نسبي في السوق علشان كده اتوقع ان الاسعار هتشهد استقرار نسبي خلال الفترة اللي جاية وسط ارتفاع الدهب عالميا ومع دخول كميات اكبر من واردات الدهب اللي هتخلي الاوضاعات تستقر لوقت كبير ده قال كمان ان فيه توقعات بانخفاض اسواق الدهب العالمية وده هيكون ليه مرضوط كبير على السوق المصري وحدوص انخفاض كبير في الاسعار قريب جدا ودلوقت يقول لنا رأيك شايف ايه انسب وقت تبيع في دهبك